استفاقت بلدة كفرتبنيت على هول مجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي ليلاً ارتقى خلالها شابان من أبنائها هما العنصر في أمن الدولة أحمد إدريس والشاب عباس علي الأخرس الذي جرى انتشال جثمانه صباحاً من شقتهما المدمرة وقد تم تشيعهما ودفنهما في بلدة كفرتبنيت الغارات دمرت حياً سكنياً وتجارياً تدميراً هائلاً وكاملاً سويت مساحات مبنية بالأرض وأنهت فرق الإغاثة والدفاع المدني قبل الظهر رفع الأنقاض من عدد من المباني والمحال التجارية الكائنة عند المدخل الجنوبي لكفرتبنيت وطال القصف الإسرائيلي مدرسة السماعي في سور واستهدف الطيران المعادي مركزاً تطوعياً للدفاع المدني في وادي جيلو مما أدى إلى استشهاد مسعفين وإصابة عدد آخر كما طالت غارة من مسيرة بلدة عدلون حي لمشاع وغارة أخرى نفذها الطيران الحربي على بلدة حبوش جنوب لبنان واستهدفت غارات إسرائيلية بلدات عرب صليم وعيتيت ترجمة نانسي قنقر